السلام عليكم ازايكم؟ الحقيقة فجأة كده الصين تلعت وقالت انها تعمل مناورات عفقهابية او حوالين تايوان والجريب في موضوع ان هم حطوا فريطة حوالين الجزيرة مش دين مشكلة المشكلة دلوقتي ان خفر السواحل التايواني ابتدى حذر القطع العسكرية الصينية لان القطع العسكرية الصينية والدليل على كده الصورة اللي حراك شايفها كده اللي على الشمال هو خفر السواحل التايواني وعلمين هي القطع العسكرية الصينية ولو شفت بينهم مسافة مش كبيرة ففي سؤال بقى هل حرب تايوان دي تنفجر في قش العالم وتبتدي حرب علامية ثالثة في نفس الوقت ليه بيحصل كل ده الاكتر من كده عشان بس ايه مفاجأة من العالم الثقوية اللي جاب اسمه مصر في الليلة دي كلها ايه بقى المصر حرب تايوان او احنا اي حرب لازم اسمنا تردد فيها هي اخبار كتير قوي واخبار ومعلمات ممكن لأول مرة هتعرفها بس اخبار هتهمك قوي بس طبعا عشان اقول لك عليها واكشف لك تفاصيلها دازم اقول لك الكسة قوي قبل كشف الموضوع قبل كشف لك التفاصيل كانين يقول لك ان احنا معنا راعي كوي جدا محترم جدا وهو انا عاوز اتكلمكم عن سبانسر النهاردة لو عندك شركة وعاوز توسع بيها سواء في الامارات او في السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك سواء موقع جغرافي في الامارات او تسهيلات او الطفرة الاقتصادية في السعودية خصوصا ان اي حد بيحاول يأسس هناك شركة بيشتكي من ضياع الوقت والفلوس في الاجراءات سواء حاول بنفسه او مع شركة ده غير مشاكل فتح الحساب البنكي للشركات هناك وتعقداتها وهنا يجي دور سبانسر بتاعنا وهي شركة ابشر اللي هتسهل رحلة اي مستثمر عاوز يأسس شركة او يتوسع فيها سواء بقى في الامارات او في السعودية ابشر اسست اكتر من 3000 شركة وحصلين على اكتر من 100 تقريم خمس نجوم على جوجل ابشر وبخبراتها الواسعة بقوانين ولواقح الاعمال حيأسسو لك شركة بسهولة وبدون اي تأخير حيكون عندك سجل تجاري واقامة وبتضمن حساب بنكي لشركتك بدون اي تضييع للوقت او رسوم مخفية والفترة محدودة بيقدموا السشارات المجانية بيشرحوا لك الاجراءات كاملة والخيرات المتاحة بالتأسيس وبيجابوا على كل اسئلتك كنت ودور على الشركات برا المصدقية في الكلام انا عندي الدقيقة يعني 60 ثانية في الدول كتيرة جدا وفي ناس كتيرة جدا بتعتبر ان الدقيقة دي 500 ساعة ابشر كانت بتقول 3 ايام 3 ايام 5 ايام 5 ايام كانت بتدي المعاد هو المعاد الساعة 11 الساعة 11 عندنا معاد الساعة كذا الساعة كذا بالظبط فمصدقية في الوقت وما كانوش بيدوروا عن ربح على فكرة لان انا اعرف شركات يمكن بتاخد 3 او 4 اضعاف اللي ابشر اتفقت معي عليه وما بنتفس كلامهم طبعا انا اعرف الكلام ده من اصدقاء ليه كتير حاول انه هما يفتحوا هنا في الامارات وبعد كده الموضوع فشل معاهم لعدم الالتزام فهو التزام ابشر يعني التزام هسيبلك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن او اسفل فيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد المعان النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص حرب تايوان وإيه اللي بيحصل حاليا دلوقتي حيا انا عاوز ابتدي بس من حبة معلومات كده حوالين جزيرة تايوان خد بالك ان جزيرة تايوان مزحة 36000 كم يعني دي مش جزيرة كبيرة انا مش بيقول حالك على 50000 كم او 70000 لأ بقولك 36000 كم جزيرة صغيرة مشكلة جزيرة تايوان ان الجزر اللي حولهن هي برضو اللي بتضعها في مساحهنا خد بالك بيه جزر متنفترة كده تبع جزيرة تايوان وديه بتكبر من مساحة جزيرة تايوان لو جيت بص على عدد سكان جزيرة تايوان هتلاقي ان عددهم 23 مليون 785 ألف مواطن برضو عدد سكان مش كبير لو جيتوا تقررنوا بالصين يعني خد بالك الصين دي هم نكرارها مليار يعني ده 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 حامي بيه جدا الصينيين لو راحوا ماشي هياخذوا تايوان ايه قصة تايوان ببداية للنهاية هقولك بس نبزة تاريخية كده عشان بس تبعارف الدنيا ماشي ازاي في 1800 مش 1900 انا بقوله حالك 1895 كانت تايوان استقلت عن الامبراطورية الصينية وعلى فكرة اللي جاب المعلومة دي هي قناة الجزيرة انا اول مرة كدتعرفها بس بس 1895 كانت تايوان استقلت عن الصين وبتاعت تشتغل انها الجزيرة يعني مفاصلة على الصين فالتاريخ بعيد قوي فضل الموضوع ده لحد 1945 1945 تايوان انضمت للحكم الصيني واصبحت الصين موحدة واصبحت صين واحدة الجريب في الموضوع ان 1949 هنا ابتدى الكلاف الاساسي ايه اللي حصل حرب اهلية في الصين وكسبها الحزب الشيوعي وقدر الحزب الشيوعي ان هو يسيطر على الحكم ويطرد الحزب الحاكم او الحزب اللي المفروض بيدعي ان هو ديموقراطي يعني وينتزع منه الحكم حزب الديموقراطي او ما تبقق من الحزب الديموقراطي في الوقت ده هرب لجزيرة تايوان واسس هناك جمهورية وقالها جمهورية الصين هما سموا نفسهم جمهورية الصين ومن ساعتها 1949 فشلت الصين اكتر من مرة انها تستعيد تايوان وخسرت تقريبا كل المحاولات فاصبحت تايوان مستقلة واصبحت بتتقرب اكتر من الغرب حد هنا الكلام مفوش مشكلة خالص ومناش اي علاقة بالقصة دي ولا لينا اي حاجة واي دعوة بتايوان والصين الا ان فيه كاتب في جديدة فارن فالسي خد حتة من كتاب كتاب كاتبه سليمان يوسف خان الحقيقة الكتاب ده بينوه ان امريكا كانت هتضرب الصين اربع مرات وبيقولك على فكرة المواجهة حاليا بين امريكا والصين هي الاخطر على مر العصور يعني مرة دي المواجهة ممكن تقترب بشكل كبير ماشي ايه علاقة مصر بالموضوع قالك خد بالك المواجهة دي واللي احنا في دلوقتي اساسه الامريكان واساسه الاوروبيين ليه بقى يا باشا قالك خد بالك ان الف تسعمائة واربعين طلع حاجة اسمها اعلان القاهرة خد بالك احنا نتكلم على الف تسعمائة تلاتة واربعين الف تسعمائة تلاتة واربعين ده كان في عزة بحرب العالمية التانية كان الاوروبيين والامريكان بالزبط كده بريسيد ايزنهاور اللي هو رئيس امريكا ومعه تشيرشل اللي هو كان رئيس وزراء بريطانيا في الوقت ده اجتمعوا في القاهرة مع زعيم الصين في الوقت ده وعدو ان هما يرجعوا له تايوان تاني لو ساعدهم ان هما يدمروا الامبراطورية اليابانية لان كان ساعدها الحرب العالمية التانية دي على فكرة بمناسبة اعزو اقولك ان الاوروبيين والامريكان كانوا بيدعموا روسيا بس اللي كان رئيسها ستالن كان الامريكان والاوروبيين بيدعموا روسيا ضد النازين ودعموا الصينيين عشان يدمروا الامبراطورية اليابانية وادوا وعد ان لو الصين ساعدت الحلفاء ان هما يتجلبوا على امبراطورية اليابانية الصين حيرجعوا لها تاني تايوان وده على فكرة كان وعد اوروبيا فانت لو خدت بالك من تاريخ هتلاقي ان فعلا تايوان رجعت 1945 لحق الصين يعني بعد ما انتهت الحرب العالمية التانية رجعت تايوان للصين في ذلك الوقت كذلك كانت تدور الحرب الاهلية الصينية وخسر نظام الجمهورية الصينية الحرب لصالح الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 ووجد رموز النظام السابق ملاذا لهم في تايوان ومنذ ذلك الوقت بدأت تعقيدات سياسية واستراتيجية تطرأ على العلاقة بين تايوان والصين بس ده لا يمنع ان بعد كده في 1949 الغرب ابتدى يتقرب من تايوان ونسي وعوده للصينيين مش بس كده وخد بالك من الامور الخطيرة جدا لازم تعرف ان امريكا لحد الوقت يمش عاوز تعترف بتايوان انها بلد التزاما بالوعد اللي قطعته للصينيين في القاهرة عفكرة الاجتماع بتاع وعد الغرب للصين ده حصل مرتين حصل مرة في طهران ومرة في القاهرة بس الاعلام بتاع القاهرة ده هو ده الاساس اللي الغرب مش عاوز يعترف بتايوان نتيجة لو عوده للصينيين ان تايوان ترجع للصين وان الصين دي سياسة صين موحدة سؤال وحجاوبك عليه برأي شخصي ليه امريكا بتدعم تايوان يعني اني دخل امريكان في شأن داخلي صيني هقول احراك حاجة واحدة بس الامريكان شايفين ان كل ما الصين تبقى منشغلة في شأن داخلي يمنعها عن التوسعات والابقار التوسعية حتت بقى انها تروح تاخذوا دولة اخرى حتت انها تحط عينيها على دول اخرى وكلام ده كله هتبقى الصين منشغلة الصين هيبقى هدفها الاولاني اعادة التوحيد مع تايوان فعشان كده الغرب بيدعم تايوان عشان تصبح الصين منشغلة كيف تبزي يعني هو سمينا كده كيف تبزي ده الاساس طيب ايه قصة ان امريكا كده هتضرب الصين اربع مرات بالنووي وهنا ده الكتاب اللي بيقوله في جريدة foreign policy بيقولك خلي بيالك 1950 كان في قائد اسم دوجلس مكارثر ده هو القائد الامريكي اللي غلب اليابان في الحرب العالمية التانية وبالمناسبة دوجلس مكارثر كان حاكم اليابان بالمناسبة يعني كان هو بيسموه حاكم اليابان بعد ما هزم الكوات اليابانية وضرب اليابان باتنين نووي فدوجلس مكارثر 1950 يعني بعد الحرب العالمية التانية قال لك والله يتم ضدر بالصين بمرة يعني الصين شكلها شوعية والحزب الشيوعي يبتدى يسيطر عليها فنضربها بالنووي ده كانت فكرة وبعد كده تراجع من الموضوع قال لك لا مش مستهلة بلاش ان احنا ضربنا اليابانين يقال علينا ان احنا ضربنا الصينيين بعد كده بلاش بمناسبة 1950 في الصين ما عندهاش نووي ايه مرتين اللي بعد كده 1955 و1958 هنا الحزب الشيوعي ابتدى يفرد عضلاته في الصين وابتدت الصين تبقى قوة مسلحة بتتنامى فطلع بريزيدنت ايزنهاور اللي هو رئيس امريكا في الوقت ده وقال لك والله احنا ممكن نضرب الصين بالنووي كان عاوز ياخد القرار ده 1955 و1958 فكر مرتين في السنتين ان هو يضرب الصين بالنووي اخر مرة كانت الصين على وشك انها تتلقى ضربة نووية من كبل امريكا هي 1996 بيل كلينتون كانت الصين اسقطت طيارة التجسس امريكية وكان النزاع وصل لدرجة جليان بين الطرفين بس امريكا تراجعت في اللحظة الاخيرة وبيل كلينتون قال لك خليني الفضاح اللي عندي وكان عنده ساعتها فضيحة جنسية فقال لك ايه سيبك يا عم بالصين خلينا في الشريط اللي تلعننا ده ومونيكا بلوسي والكلام ده كله خلينا فيه ماشي ده اللي حصل في الوقت ده ماشي حلو كده الكلام دول يثبتوه لك كم العداء بين الصين وامريكا وعلى فكرة امريكا بتشوف ان الصين هي العدل اول حاليا وان روسيا ما اصبحتش العدل اول هي الصين العدل اول طيب اش معنى ده الوقت الصين بتعمل ايه المنورات العقابية ايه اللي حصل في الكام ساعة اللي فاتوا دول ادى ان الصين تعمل القرار ده قالك لكزا حاجة اولا خد بالك ان تايوان جالها رئيس جديد يعني كان فيه رئيسة موجودة تايوانية مشت مين اللي جيمة كانها النائب بتاعها اسمه لاي شينك تي لاي شينك تي ده كان نائب رئيس التالي وبالمناسبة الراجل ده شديد العداء بالصين والصين ما بتكرهش اي شخصية في تايوان جل الراجل ده الراجل ده اصلا طبيب عنده 64 سنة وعلى فكرة محضر ماجستير في جامعة هارفرد مشوفت ديه في الشؤون الطبية فاجأة كده 1996 قالك انا ههتم بالسياسة بس المشكلة في تصريحات الراجل ده ان هو على طول بيتكلم على استقلالية تايوان عن الصين ونفيش حاجة اصلا كان اسمها اصلا الصين موحدة وعلى طول بيطلع يتكلم ان سيادة تايوان اهم حاجة وكانت تصريحاته شديدة العداء بالصين بشكل كبير جدا من امتى من ساعة ما كان نائب رئيس اول ما ابتدى حملته الانتخابية ابتدى يخفف من لهجته تجاه الصين شوية لحد ما جي رئيس اخد بقى لك ان هو جي رئيس بقديه جي رئيس بنسبة 40% المنافس بتاعه حاصل على 33% ده يوريك انه ما خدش اغلبية صحيقة وان الحزب الديموقراطي التقدمي او الDPP او الحزب ده ما خدش اغلبية صحيقة فده دليل ان تايوان بيحكمها حزبين ايه المشكلة المشكلة دلوقتي ان الحزب المعارض ده اتحد مع حزب معارض اخر وسيطروا عالبرلمان فعاوز اقول لحضرتك ان في اول يوم لحكم لايتشين تي اول ما مزك الحكم قامت مظاهرات في البلاد راحوا فين قالك راحوا حصروا البرلمان في اه تايوان لان اه البرلمان عاوز يصدر تشريعات عشان يقيد تصريحاته الحكومية سواء الخاصة بتصريحات الخارجية او تصريحات الخاصة بالبرلمان لان في مسؤولين حكوميين ممكن يغلطوا في البرلمان من الاخر كده البرلمان عاوز يحكم مع الرئيس اللي بيحبك البرلمان ده هما ناس مقربين من الصين شوف الحرب داخلية ده ايه وخد بالك ان لايتشين تي اول ما مسك الحكم بتاعه جاب كمان نائب رئيس هو كان مبعوث تايوان في امريكا فتحس كده تايوان او الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان عا فاكرة ده تالت رئيس يجي من نفس الحزب اللي هو الدي بي بي ده تحس كده ان الحزب ده عاوز يخلق طابع جديد او نيو نورم حاجة كده اسمها الامر الواقع الجديد ان يبقى فيه علاقات امريكية تايوانية قريبة جدا لدرجة ان اول ما لايتشين تي ده مسك جو بايدن هناء وقال له بس احنا ما بنعترفش التايوان وخلي بالك احنا بندعم سيادة الصين الموحدة والكلام ده كله عشان وعد القاهرة القديم ده حاجة بتانية اول ما الراجل ده مسك في تالت يوم احنا النهاردة تالت يوم حكم ليه قامت الصين بالمناورات العقابية ضد تايوان تايوان الصين هي كمان عاوزة تخلق واقع جديد او امر واقع جديد وهو ان قواتها مسلحة تبقى بتحاوط تايوان على مدار الساعة طيب خد بالك من كزا نقطة خلي بالك اول حاجة ان كان الرئيس الصيني شيء الراجل ده تعهد ان كده كده هو الراجل مش هيمشي من الحكم او حتى حيموت غير لما ياخد تايوان حتى لو اتطار ان هو ياخدها بالقوة وده كان تصريح خطير جدا بس دلوقتي لما الصين تعمل كده مهما ان كان اللي جوه تايوان ايه ومهما ان كان رئيس تايوان الجديد الصين ما بتقبلوش كلام ده كله بس دلوقتي اتا بتتكلم ان العداء كبير جدا بين الصين وامريكا ليه اولا امريكا عطيها هزارة تيك توك ده اولا تاني حاجة اتا بتتكلم ان الرئيس الامريكي فرض عقوبات جديدة على الصناعات الصينية وده تطور رهيب كان جو بايدن عاوز يعمل علاقات اكثر ودادة مع الصين عن دونالد ترامب الا ان جو بايدن عمل علاقات اسوأ من اللي عملها دونالد ترامب عالصين وفرض عقوبات عالصين امريكية جديدة على بضائع صينية تصل قيمتها الى 18 مليار دولار مش بس كده عاوز اقولك ان وزيرك رجال امريكي كان موجود في الصين من كم يوم وطلع حذرهم وقال لهم خلي بالكوا انتوا عمين تساعدوا روسيا على تقوية الصناعات الدفاعية بتاعتها واخنا شايفين الكلام تقولوا عمين تبعتولوا مواد كام عمين تعيدوا انشاء الكوة الصناعية العسكرية لروسيا واخنا مش هنسبح بكده وخلي بالكوا من العقوبات عالجانب الاخر الصين اول مرة تبتدي تتخلص من السندات الدولارية والمناسبة الصين كانت اكبر دولة كانت وسطت لمرحلة يعني انها كانت اكبر دولة بتشتري سندات خزانة امريكية دلوقتي الصين عملت تتنازل عن سندات الخزانة عشان بتضرب الدولار شوفت دي ايه بيتنازلوا عن سندات الخزانة تاني حاجة الصين هي كمان ابتدت تاخد خطوات عدائية تجاه الغرب ايه خد بالك بقى من الحتة دي اولا بيتعاموا الروس ثانيا ابتدوا انتقدوا بريطانيا ويقولوا ان بريطانيا دي هي اللي بتيشعي الحرب ف اوكرانيا ابتدوا انتقدوا امريكا ويقولوا ان امريكا هي اللي بتوشعي الحرب ف اوكرانيا ت구ص الحرب ف Controls كانتش بتحصل بذلك Rember فدلوقتي تحس كده ان الصين شبه انها اخدت قرار في زوطائم اللي قال للحتة دي هو محلل محلل لها الجريدة اسمها Access قال لهم على فكرة المناورات دي بداية للقادم العقاب الحقيقي يجاي في السكن هو قال لهم كده اللوم العقاب الحقيقي يجاي في السكن فالمناورات دي شبه مصرحية بتحصل حوالين تايوان الجريب في الموضوع ان خد بالك ان انت عشان تحرك قواتك عشان تعمل مناورة بالضخامة دي كلها انت بحرك قوات كتيرة جدا يعني تايوان النهار دي بتقول لك راصدنا 33 طيار ده جديد كان اخر حاجة بيتم راصدها 30 او 29 العقاب بيزيد من الطائرات اللي هي عمالة ناور فوق تايوان واصبح عاجي جدا ان انت كل شوية تشوف سفينة صينية تقترب من سواحل تايوان وتشوف النظر بشكل كبير جدا وتشوف ان على مرمى البصر سفن صينية لو انت واقف في تايوان فده امر يوريك ان الصين فعلا ممكن في اي وقت ممكن تبتدي حرب مع تايوان بس هل تبتديها دلوقتي الحقيقة ده امر وفقا للراجل بتاعك سيسألك مش دلوقتي يعني حاليا مش هتبقى هي دلوقتي لا بس هو انذار لما هو قادم خد بالك ان الحرب دي هتبقى حرب نهوية واشي يا فشة تهريك ده حرب نهوية ولازم تعرف ان الحرب دي هيتجر فيها الناتو وهو اصلا امريكا لما تخش الناتو هيجي وراها مش بس كده هيجي وراها حلف اوكس حلف اوكس ده اللي امريكا كونته من بريطانيا واستراليا وامريكا ودخلوا لدعم ااستراليا لانشاء جواصات نهوية وبممناسبة بفضل حلف اوكس ده فرنسا ما بتدعمش نزاع عسكري مع الصين حتى لو الصين كانت تايوان فرنسا بتقولك نيش دعم ليه لان حلف اوكس ده طرد الفرنسيين من صفقة كانوا هيعملوها لانشاء عدد كبير من الغواصات اللي بتعمل بالطاقة الكهربائية مع استراليا من ساعتها ايمانويل ماكران قالك انا اخدت على قفايا فيا باشا مفيش حاجة اسمها ان انا شارك في حرب ضد الصين وعلى فكرة رئيس الصيني على طول بيروح يقابل ايمانويل ماكران في زيارات خاصة وبيقعدوا يركزوا رئيس الصيني كان ايه اا حصلوا ايه في الصفرة بتاعته في فرنسا وهكذا بس العلاقات بين ايمانويل ماكران ورئيس الصيني كوي جدا زي بالزبط علاقات ايمانويل ماكران مع بوتين قبل ما ياخذوا اوكرانيا كانت برضو علاقات كويس وكان الاتنين على طول بيتفادلوا الزيارات تحس كده ان امانوال ماكرون هيصبح سفير الغرب في التهدئة مع الحلف الشرطي اللي بيقوم خد بالك ان تحركات الصين دلوقتي هي تحركات بتاعتى مع تقدمات للجيش الروسي في اوكرانيا مع الحاح اوكرانيا على ارسال اسلحة لدرجة على فكرة ان البرلمان الامريكي طلع فيه نواب يتهموا امريكا انها بتبعت اسلحة الكنيا بدل اوكرانيا قالك انتو عندكو خلط في الاسم انتو بتبعتو اسلحة الكنيا مش الاوكرانيا ليه؟ لان اوكرانيا عمالت هزم يوميا يعني النهاردة الجيش الروس تقدم وخد قرية جديدة عند بخمط وده تقدم كبير يعني عمال يحتل قرى عند خاركيف في الشمال عمال يحتل قرى عند زابروجيا في الجنوب ويحتل قرى عند بخمط كمان طب ما انت كده عمال يتقدم في كل حد ودي مشكلة خط الجبهة مع اوكرانيا ابتدى يتوسع بشكل كبير جدا والجيش الروس ابتدى يبقى ناشط على طول خط الجبهة فلازم تكسيف لمساعدات العسكرية فهل هل امريكا بقى هتقعب تدعم تايوان واسرائيل واوكرانيا في نفس الوقت ده امر مشكوك فيه جدا امريكا نتعرفش تعمل حرب بكلها ليه؟ خد بالك اخر مساعدات عسكرية كتطراحها لاوكرانيا بستين مليار دولار فبا انت دلوقتي عاوز تدعم تايوان هتدعمها بكام؟ على فكرة المساعدات دي كطراحة برضو جزء منها لتايوان باسركتش الاسلحة كتيرة دلوقتي تايوان امريكا عاوز تعملها زي الانفود ودي استراتيجية جديدة قال لك احنا نخلي تايوان دي جزيرة تايوان عاملنا زي الانفود لو الصين قربت منها تتخزوع او تتلاسوع او اي حاجة الانفود ده بيبقى شوك اول محد يقرب منه يقعد انشل الشوك في وش شوك هم عاوزين يحولوا ان تايوان دي تبقى جزيرة كلها سواريخ كلها سواريخ اهم حاجة ان تايوان تعرف تدافع عن نفسها لحد ما يجي لها الانقاذ من الجيش الامريكي او بحران امريكية لان لحد الوقتي ما فيش تواجد عسكري كبير فوق جزيرة تايوان بين الصين وتايوان في حال اندلاعها من المرجح ان تدفع الولايات المتحدة للتدخل بشكل مباشر لدعم تايوان وعدم الاكتفاء بارسال الاسلحة كما فعلت مع اوكرانيا اللي انا عاوز اقوله في الاخر اللي انا عاوز اقوله حاجة مهمة جدا ان احنا دلوقتي عندنا توطرات في مختلف الكابهات وشبه حربة عالمية بتقوم روسيا بتتحرك السي بتتحرك ايران عندها مشاكل بتتكلم ان الدنيا عملا تتحرك بشكل بيه جدا وابتدى يبقى فيه حلفاء هنا وحلفاء هنا وابتدى ينا نشوف لعيبة الحرب العالمية التالتة اصبحوا بارزين او شبه معروفين هيكونوا مين ومين اللي هيشاركوا في الحرب دي ضد مين في الاخر يا رب اكون شغعت حضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب ننسل مصر رب ننسل العرب ويا رب ننسل فلسطين يا رب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمين